موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة طيبة والبداية بالعناوين القوات المسلحة و ميليشيا لمتمرد حميتي يوقعان على اتفاق لوقف اطلاق النار و الجيش يؤكد التزامه بمنود هذا الاتفاق واشنطن و الرياض ترحبان بتوقيع وقف اطلاق النار في السودان و ابو الغيط يدعو لتنفيذ كامل نصوصه الجيش يعين سيطرته على قاعدة الشفرليت العسكرية و العطاء يؤكد تدمير امدادات عسكرية للمتمردين قادمة من افريقيا الوسطى اهلا بكم الى التفاصيل وقع وفداء القوات المسلحة و ميليشيا المتمرد حميتي على اتفاق لوقف اطلاق النار لمدة سبعة ايام في مدينة جدة السعودية على ان يتم العمل به بدءا من الساعة التاسعة و 45 دقيقة مساء يوم غد اثنين وجاء هذا الاتفاق بوساطة سعودية امريكية بهدف تسهيل حركة دخول المساعدات الى السودان و ايصالها الى المتضررين جرى المعارك الدائرة في الخرطوم و عدد من الولايات حيث وقع عن جانب الجيش اللواء بحري ركن محجوب بشرى احمد فيما وقع عن المتمردين عمر حمدان احمد و في السياق ذاته اكدت القوات المسلحة التزامها بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف اطلاق النار وبحسن نية داعية الطرف المقابل لاخضاع قواته واجبارهم على الالتزام به فيما اوضح الاتفاق امكانية تجديده او تحديث بنوده وذلك بعد تبليغ لجنة المراقبة و التنسيق في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل انتهاء مدة الاتفاقية بشرط موافقة الطرفين على التجديد او التحديث مع التأكيد على انتهاء الاتفاقية في حال لم يتم الاتفاق على تجديدها الى ذلك نصت اتفاقية وقف اطلاق النار على حظر استخدام الطائرات الحربية و الطائرات المسيرة و الاسلحة الثقيلة مع ايقاف كامل العمليات الحربية بين الطرفين كما نصت الاتفاقية ايضا على انسحاب ميليشيا المتمرد حميتي من المستشفيات و المؤسسات الخدمية التي تحتلها و ايقاف استهداف البنى التحتية و الاحياء السكنية وعدم اعادة توزيع القوات او الحصول على امدادات عسكرية خاصة من مصادر خارجية مع التأكيد على ايقاف عمليات الاعتقال و الخطف غير القانونية و مصادرة الممتلكات الخاصة و في ذات السياق اوصل اتفاق بضرورة تسهيل انشطة اصلاح الخدمات الاساسية و البنية التحتية مع اخلاء المصابين و الجرحى من الطرفين الى المستشفيات هذا و سمح الاتفاق بتوريد المواد غير القتالية مثل الماء و الدواء و الوقود و تسهيل حركة العمل الانساني من خلال تدفق المساعدات الاغاثية مع قيام الطرفين باتخاذ وضعية الدفاع في مناطق الاشتباك و نقاط التماس من جانبها اعلنت الاطراف الموقع على اتفاق وقف اطلاق النار في جد عن تشكيل لجنة لمراقبة و تنسيق وقف اطلاق النار قصير الامد و تسهيل دخول المساعدات الانسانية و بحسب بنود الاتفاق فان لجنة المراقبة لهذا الاتفاق تتكون من ثلاثة ممثلين عن كل من السعودية و امريكا بالاضافة عن ثلاث ممثلين عن كل من الجيش و الميليشيا المتمردة و تنحصر مهام هذه اللجنة في تأمين اتصال مباشر مع الاطراف الموقعة على الاتفاق و التحقيق في اي انتهاكات محتملة لبنود الاتفاق من جانبها اكدت القوات المسلحة ان توقيعها على الهدنة جاء تقديرا للوساطة الامريكية السعودية و تخفيفا على المواطنين الذين يعانون من تداعيات ما وصفته بالتمرد المشؤوم و قالت القوات المسلحة في بيان لها انها تأمل ان تلتزم الميليشيا المتمردة بهذا الاتفاق مشيرة الى ان بنوده تنحصر على الجوانب العسكرية و الفنية بهدف حماية المدنيين من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا المتمرد حميتي بحقهم و ضمان خروجها من المستشفيات و الصيانة المرافق الخدمية التي تم تدميرها على يديهم دون التطرق للأوضاع السياسية رحبت وزارة الخارجية ببنود الاتفاق الذي تم توقيعه بمدينة جدة السعودية بين القوات المسلحة و ميليشيا المتمرد حميتي و اعربت الخارجية في بيان لها عن ترحيبها بالترتيبات الانسانية في الاتفاق مؤكدة التزام حكومة السوداء بما ورد في بنوده معربة عن املها في ان تتحقق الاهداف التي تم توقيعها و ان تخف معاناة الشعب جراء الاتهاكات التي تقوم بها الميليشيا المتمردة في السياق ذاته اصدرت كل من المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الامريكية بيانا اكد فيه توقيع الجيش والمتمردين على هذا الاتفاق الذي يستمر لمدة اسبوع و اشار البيان المشترك الى امكانية تمديد هذا الاتفاق بعد موافقة الطرفين الذين اكدوا التزامهما بازال وتوزيع المساعدات الانسانية واستعادة الخدمات الاساسية و سحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة فحب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بتوقيع ممثلي قوات المسلحة السودانية و ميليشيا المتمرد حميتي على اتفاق وقف اطلاق النار بجدة وادع ابو الغيط الى تنفيذ الاتفاق وتعاهدات الواردة فيه بخصوصا بعد ان تداولت القمة العربية التي عقدت في جد الازمة السودانية و صدر قرار يدعم تلك المحادثات رحبت حركة تمازج بالتوقيع على وقف اطلاق النار بين الجيش و ميليشيا المتمرد حميتي مع حث الاطراف الموقعة عليه بالالتزام ببنوده واعتبرت الحركة ان هذا الاتفاق هو بداية لما وصفته بالخطة المهمة في الاتجاه الصحيح و بالمؤشر الاجابي الذي يصب في مصلحة الوطن داعية الى عدم جر الحركة بعيدا عن موقفها الثابت من خلال نشر الاخبار الكاذبة اكد العقيد ابراهيم الحوري ان القوات المشتركة قد احكمت سيطرتها على قاعدة الشفرليت العسكرية بعد طرد ميليشيا المتمرد حميتي منها و قال الحوري ان القوات المسلحة استولت على كميات كبيرة من الاسلحة والمعدات التي دفناها المتمردون بعد انسحابهم منها كما اكد مقتلى واصابة عدد من المتمردين كشف مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن ياسر العطى عن قيام الجيش بتدمير امدادات عسكرية متطورة لبيليشيا المتمرد حميتي كانت قادمة من اتجاه افريقيا الوسطى و اوضح العطى ان الجيش وضع ترتيبات معينة لاخراج المتمردين من المراكز الخدمية المتواجدة في الاحياء السكنية ما تسبب بتأجيل العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية وفي السياق ذاته اكد ياسر العطى وجود غطاء سياسي يمنع من فضح ونشر الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا المتمرد حميتي تجاه بعض الجهات الداخلية وانتقد العطى قيام هذه الجهات بالاشارة الى قيام قوات غير نظامية بالاعتداء عليها مع العلم ان المتمردين هم من قاموا بهذه الاعتداءات مشككا في الوقت ذاته من التزام مليشيا حميتي ببنود واهداف الهدنة واصفا افعالها بالبعيدة عن الانسانية ادان حزب المؤتمر الوطني استهداف مليشيا المتمرد حميتي لقياداته بعد قيام الاخيرة باختطاف القيادية بالحزب مجاهد العباسي اثناء زيارته لأسرته الاربعاء الماضي واكد الحزب في بيان رسمي له ان فشل المليشيا في الاستلايا على السلطة دفعها للانقلاب على شركائها في القوات المسلحة وصرف انظار المواطنين عن جرائبها بحق المواطنين العزل محملا اياها مسئولية سلامة قياداته المختطفين عن اي اذن يلحق بهم ادان الاتحاد العام للصحفيين السودانيين استمرار مليشيا المتمرد حميتي في انتهاكاتها واعتداءاتها ضد منسوبه من الاعلاميين والصحفيين وذلك منذ تمردها على اجهزة الدولة في الخامس عشر من ابريل الماضي وفي بيان اصدره الاتحاد ادان اعتداء هذه المليشيا على مقتنيات الاعلامي البروفيسور علي شامو ومنزل وجدي الكردي عضو اتحاد الصحفيين وكذلك اعتدائها على مراسل اذاعة القومية خالد شرط وغيرهم ممن يعملون في الحقل الصحفي والاعلامي السوداني وطالب الاتحاد في بيانه منظمات المحلية والدولية والحقوقية بادانة انتهاكات مليشيا المتمرد حميتي ومحاسبتها ادانت منظمة اطباء حول العالم في بيان لها سلسلة الاعتداءات التي تقوب بها مليشيا المتمرد حميتي ضد القطاع الصحي واتهمت المنظمة المليشيا باسر خمسة من الكوادر الصحية بينهم سيدتين وطرد المرضى في عدد من المستشفيات واقتحام مستشفى قري التعليمي شمال مدينة بحري والاستيلاء على خمسة وثلاثين سيارة اسعاف بالاضافة الى التعدي على مستشفى الشرطة ومجمع ساوي الطبي ومستشفى القؤاد زار المدير التنفيذي لمحلية البحيرة بولاية نهر الدين شمس الدين محجوب مركز امتحانات كبنى المشترك الوقوف على سير الامتحانات للعام الجاري ورافق المدير التنفيذي مدير الإدارة العامة للتعليم أحمد عثمان أحمد مدير مرحلة الأساس محمد علي سيد أحمد وعدد من المدراء والمسؤولين بالولاية من أجل الوقوف على عملية سير الامتحانات والعمل على ضمان نجاحها وفقا لما هو مخطط لها أعلنت شرطة ولاية القضارف حرصها على إنجاح الموسم الزراعي الحالي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي وكشف نائب مدير شرطة الولاية العميد شرطة عبدالرحيم فرج عن تخريج دفعة جديدة من منسوبيها للدفع بهم نحو عمليات تأمين الموسم الزراعي موضحا أن حكومة الولاية وقعت شراكة مع وزارة الداخلية لتجديد أسطول السيارات العاملة بهدف تأمين الموسم الجديد نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين القوات المسلحة وميليشيا المتمرد حمليتي يوقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار والجيش يؤكد التزامه ببنود هذا الاتفاق واشنطن والرياض ترحبان بتوقيع وقف إطلاق النار في السودان وأبو الغيط يدعو لتنفيذ كامل نصوصه الجيش يعين سيطرته على قاعدة الشفرليت العسكرية والعطاء يؤكد تدمير إمدادات عسكرية للمتمردين قادمة من إفريقيا الوسطى شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة